سلام عليكم ليكيب اليوم اجبت لكم افضل افلام بتاع براكاج اللي تقدروا تشوفوها قبل ما نبدأ لا تنسوا اشتركوا في الفيديو لحقوها الميتين جام وابوني فلاشيان ديالنا ارانا قريب 20 كو نولي ولي فيلم نبدأ بالفيلم الاول اللي هو ماويو سيمي الفيلم هدايا فيه ساعة وخمسة وخمسة دقيقة من تمثيل مارك ريفالو مورغان فريمان ديف فرانكو وكان بثاف ممثلين واحد اخرين وقصة الفيلم ربع السحارين بمدينة لاس فيغاس عندنا دانيل اتلاس هينلي ريفز جاك ويلدر وميريت اوزبورن وربع اشخاص هادومة يقدروا يسترقوا احد البنوك بطريقة غريبة ويحاول مكتب تحقيقات الفيدرالي القبض عليهم بقيادة العميل ديلان روت الا انهم يفاجئون الجميع بتوزيع الاموال على الجمهور الاحداث ديال وسريعات لا تشعروا بالمعلل وشكل جديد كما في فيلم تبراكاج واحد اخرين الممثلين تصوير الاخراج كم كلش مليح نقدروا نقولوا ما فيش غلطات وننصحكم باش تشوفوا الجسء الثاني تاهاد الفيلم لما ما شفش الجسء الثاني غير روح يشوفوا باسق قوة بزاف وكملوا بلما مريت مياني كيل اين كيل دو فيزو الشابين ويستهلوا باش تشوفوهم والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو تسعة عام عشرة الفيلم الدو زيام لهو ان صايف مان فيهزو السوايع وتسعة دقائق من تمثيل دانزل واشنطن والقصة الفيلم تسطوع عصابة مدربة على احد البنوك فيه دؤتام وبطريقة منظمة ويكلف عميل فيديرالي متهم بعدة اتهامات بالفساد وذلك للتفاوض مع تلك العصابة وفي نفس الوقت يقوم رئيس البنك بتكلف عميل خاص بنفس المهمة لكي ينقذ بعض الممتلكات التامينة الموجودة داخل احد صندوق البنك وهنا تبدأ سلسلة المفاوضات لتجمع كل الأطراف تمثيل كان قوة بزاف كل هذا ممثل دانزل واشنطن لفيلم ديال وقع يبدأ فيهم في التمثيل ونصيحة اخوتي اي فيلم تلقى فيه دانزل واشنطن غير شوفه الحوارات كانوا قوة بزاف القصة شابه بصح كانت ناقصة حاجة ما معرفتش وشنوه بصح تحسب اللي تخص حاجة في القصة اللي مش تكون افضل ومتكاملة كان هناك طعماته في الفيلم يعني الأحداث لم تكن سريعة ومن عندك تكره من الفيلم يستهل المشاهدك والتقييم للشخصي لهذا الفيلم هو سبعة ونصف من أشرة نروح للفيلم الرقم ثلاثة وهو أوشنس ألفن في ساعة وستة وخمسين دقيقة من تمثيل براد بيت جورج كلوني مات ديمون وكان بزاف ممثلين واحد داخلين وتدور أحداث الفيلم حول عصابة متخصصة ومحترفة تتكون من إحداث الفرد بقيادة أوشن يجتمعوا من أجل وضع خطة مجنونة لسرقة أكبر ثلاثة كازينوهات للقيمار بلاس فيغاس الديطاي والديكور في هذا الفيلم كانوا قوة بزاف الممثلين بدعوا في الضور ديالهم قاكي ماراهم مانا بيرسونالما أرجبني التمثيل تعبارات بيت والحوارات ديالو لافان كانت قوة بزاف يعني كان كان ينتسلسل في الأحداث وعرفوا كيف شيفيني والفيلم وهذا كان الجسء الأول من هذا الفيلم كان دو بارتي يخرجوا ماراهم لهما أوشن 12 و أوشن 13 من الجسء الأول هدايا كان في القيماء وهاربا لهم بزاف وهذا العفساد صرف الفيلم تما كي ينجح الجسء الأول من الفيلم يديرونه لبارتي واحد أخرين ممنين ذاك تصداق ممنين ذاك لا لا وفي هذا الفيلم مستقج والتقييم للشخصي لهذا الفيلم هو 9 من 10 نروح الفيلم رقم 4 وهو بالتون من تمثيل جيري ميرينر جون هام وكيم بزاف وممثلين واحد أخرين ويحكي الفيلم على مجموعة من الأصدقاء من حي تشارلز تون في بوستون ليسرقوا بونجا ويحاول أحد عملاء مكتب تحقيقات الفيدرالي القبض عليهم وفي نفس الوقت يقع رئيس اللصوص في حب مديرة البنك الممثلين بدعوا في الدور دي لهم اللي يخرجوا تصوير كانوا هاربين بزاف القيصة يعني كانت مشي حاجة جديدة بزاف كين تشبهم على فيلم واحد أخرين ما يبقى فيلم يستهلمو شهادة ومن أفضل أفلام تابراكاش ديش فتر وليش عف الفيلم هدايا يمدى نرايو ووش ما أعجبوش في الفيلم ولكن الفيلم هدايا نقدروا بمقسمة لزوج كين بزاف ناس أعجبهم وكين بزاف ناس ما أعجبهمش ثم الناس اللي ما أعجبهمش الفيلم هدايا يقولوا لنا علش في الكومنتر والتقييم للشخصي لهذا الفيلم هو 18 نروح الفيلم الخامس والأخير اللي هو وي داون في ساعة و 58 دقيقة من تمثيل فري دي هايمور سامري لي وكين بزاف ممثلين واحد أخرين وقصة الفيلم بعد اكتشافه بوجود كنز تاميل منقول داخل بنك شاهر شديد الحراسة يضع مهندس عبقاري يدعى طوم خطة لسرقة البنك رفقة والتر في مهمة يتطلب إنجازها خلال 90 دقيقة الفيلم هدايا كان من أفضل أفلام متع براكاش اللي شفتها في العوام من الآخرين من كيف كيف ما كانت فكرة جديدة من كتيبة الفيلم كانت مليحة دور الممثلين في الفيلم كان ممتع والمشاهد الأكسيون والضرامة راح تعجبكم بزاف لكن الحاجة اللي ما أعجبنيش بزاف هذا الفيلم هي الزيادات يعني كانوا يزيدوا عليها من ذلك أفايس يجو كوانس يضنس وهذا الحاجة اللي ما أعجبنيش بزاف لأن الفيلم هدايا لازم تكون فيه الواقعية لأنه فيه متع براكاش ليس سيونس فيكسيون والاكشافة تماما لازم يكون الخرطي بزاف والتقييم للشخصي لهذا الفيلم هو 7.5 من عشر قبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا تدعي الخوطنا الفلسطينيين اللي يراهم مأساة كبيرة ولا تنسوا تدعي الخوطنا لما توفي سبيل الله ربي يرحمهم إن شاء الله حسنا كيف حقنا الله في هذا الفيديو ما شاهدوا من هذا الفيلم لا أعطينا رأيكم فيه في الكمنتر لا تنسوا تدعي الجام اشتركوا اشتركوا في الاشتراك لكي يلاحقكم الفيديو جديد لأنكم سيكونوا كثيرا و دعونا في الكمنتر الأعلى اللي يراكم حيبين لديهم الفيديو سلام